بس يعني أسمع من عدهم أنه أنه يعني هو كان هاي لأنه أنا ريته ما أقدر أنا أحكي بلسان يعني ملس يعني غيري نقلا نقلا يعني لا تحرجني بالتفاصيل بس هو كان يعرف يعرف وإحنا بمواقع حساسة خلي أقول أحكي عن نفسنا أنا وأبو يزن الستة علية هذا السؤال يسحبني إلى سؤال آخر نعم يعني أنت علية النقيب نعم من بيت النقيب نعم من عائلة النقيب عائلتكم أيضا من شطرة بين موالي وبين معارض نعم يعني حسن النقيب الله يرحمه نعم اللي هو يمكن يصير واحد من أعمامك مثلا كان معارض لصدام حسين صحيح وأولاده أيضا صحيح زين شون هاي يعني هو المعادلة شون لا لا راح تجاوبيني عليها وتطلعين منها لا أتجاوب وأطلع منها يعني أولا كل إنسان هو حر بوجهة نظره وانتماءه وتفكيره ونظرته للأمور طبعا هذا لا يعني أنه أنا الآن أريد أقلل من شيء أي معارض حسن النقيب شخصية عراقية عسكرية مرموقة إلى تاريخ يشهد إليه هو قائد قوات صلاح الدين بالأردن هو عنده وسام ملك حسين هو يعني اسم اسم مشرف معارض لصدام حسين يعني من لو لو أنت أكيد ما التقيته يعني لأنه هو توفى بي نعم نعم يعني 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 يوسفني أقول أنه أنا ما شايفته يعني طيلين أكثر من ثلاثين بس أكيد عندك فكرة عن مواقفه وأفكاره عن صدام حسين يعني هو بنت بنت زوجة أخويا وإحنا تربطنا علاقات يعني حميمة الآن كعائلة بس يعني أسمع من عدهم أنه أنه يعني هو كان هاي لأنه أنا ريته ما ما أقدر أنا أحكي بلسان يعني ملس يعني غيري نقلا نقلا هكذا كانوا يقولون كان عنده فدرأي معين أنه هو مو مع كل الأشياء اللي ده تحصل بالبلد وبعدين هو فد شخصية عسكرية كبيرة مثلا شنو الأشياء مثلا كان يقولون أنه الرئيس يخشى من قادة الجيش ويخشى من حسن النقيب لأن عنده موقع بالجيش مو عادي وبعدين يتحول إلى السفير وبعدين أعتقد طلبه إلى بغداد أو كذا والصار اللي صار بالمناسبة هو هذا الظلع اللي يتعلق بيه بس أنا أكو الشي الآخر أنت ذكرت أنه العائلة يكون عدها رأي مغاير أنا عم أولادي أخو الأبو يزن دكتور مناف أيضا كان عنده وجهة نظر معينة بالنظام ابن عم العلي صلاح عمر العلي كان عنده وجهة نظر بالنظام يعني ما تقدر أنت تفرض آراءك على الآخرين بس منافل علي نعم عاد وقدم اعتذار أنه يعني ما أقدر أقول قدم اعتذار بس هو ترك بعضين العمل ورجع مرة ثانية لا ترك العمل يعني بعد احتلال العراق هو يجمع الأمريكان هو بالمناسبة يعني ما بقى مدة طويلة إجا لما جوي التكنقراط المستشارين اللي على أساس رح يبنون البلد رح يطورون البلد فهو يعني من شاف الوضع يعني عنده فد أيضا نظرة ثاقبة شاف الأمور وعادة يمشي بالطريق اللي يعني هما كانت الفكرة أنه بلد ديمقراطي بلد غني ممكن أنه رح يرفعون بعد من شأنه يحسنون يعني عندهم طبعا ضمن تصورهم أنه علاقاتنا الإقليمية العربية كذا هي ليست بالمستوى المطلوب فكانوا يتصورون أنه كل هذا رح يصحح ولكن اللي حصل للعكس فاللي صارت الصدمة أنه العكس تماما بلد انهد مؤسساتا راحت سرقة عملاء خوانة تبعية يعني كل الأوصاف خليها ولذلك أنا هسا أقول ما كو إحنا بلد يعني حكومة وطنية أو حكومة فعلا تبيض وجه أو ما شاء على الأقل ها بالطريق الصح يعني إحنا مريد نتحرض للوضع الحالي بس إذن العائلتين نعم عائلتك هو عائلة زوجت نعم أيضا بيهم معارضة وبيهم موالا طيب هو أنا هذا اللي داري أسأله أنه الرئيس نعم كيف كان يتحامل معاكم أنتم اللي موجودين في داخل العراق ومن يلتق بيكم مثلا ما يشير بالذكر لفلان أو لفلان يعني لا تحرجني بالتفاصيل بس هو كان يعرف يعرف وإحنا بمواقع حساسة خلي أقول أحكي عن نفسنا آني وأبو يزن يعني أبو يزن أبو يزن هو زوجك أي نعم حتى يعرف المشاهد الكريم أي مو لأن حكي أنا عنه فهو يعني بالتصنيع العسكري وآني بديوان الرئاسة فإحنا اثنيناتنا بمواقع يعني حساسة حساسة جدا لكن الرئيس يعرف ويعرف أنه إحنا مو بس أبو يزن يعني زوجي بس مثلا أخوه الله يرحمه فريق الحكم الحكم حساسة لي كان طائران الجيش أي نعم ومحافظ للباب الأكثر من عشر سنوات ويعني كان يعني عدهم هما حب العراق يعني خلي أقول أنه هما كلهم عدهم حب العراق بس هما بقوا داخل العراق وده يشتغلون ضمن اختصاصاتهم وده يقدمون شيء شون نتعامل وياهم صدام حسين شون نتعامل رئيس الجمهورية شون نتعامل ويا الحكم مثلا الله يرحمه أو ويا زوجك في حين أخوهم مناث رح إلى عمل المعارضة أو إذا نقول ما اشتغل معارضة فعلقا هو انشق عن النظام يعني ما أخفيك أنه يعني صارت بعض الأمور بس توضحت يعني جوز أنا رأيي الشخصي عن طيب مرأي أحد أنه المفروض أنا وجهة نظري يعني مدير عام كمنصب يمكن غيره صار وزير وهو بقى مديرا يمكن الناس بيكون منصب يعني كإدارة وعمل وإنتاج وزير طبيعي بحقه احتمال يعني هاي واحد من الأسباب أو الفريق الحكم يعني هو مقليل يعني هو يعني مفروض يكون مثلا وزير دفاع يعني إذا نتأثر يعني خلاله يعني هو تحت النظر هم موجودين بس هو إلا ما يكون فريق ركون وطيار متميز وعنده كذا شهادة عسكرية ومعروف عنه نزاهته ونظافتك أيضا يعني من قادة الجيش اللي كلش محترمين ويشار إلى بالبنان يعني مفروض يكون مثلا وزير أو يعني مكان أعلى يعني كمسئولية هو حتى الوزير ترى مسئولية بعد أكبر وأصعب بس هما قدها يعني المفروض يكونون أعتقد هاي واحدة من الأسباب اللي خلت يعني هو عدهم مناصب ولكن هما مو اللي يستحقوها مية بالمية بس هو راضي عنهم لأن هما دي أدون عملهم بكل إخلاص هو ما دي أدون عملهم الصدام حسين هما دي أدون عملهم للعراق هو أنا من دا أشتغل ما دا أشتغل الصدام حسين أنا دا أشتغل دا أثبت وجودي دا أثبت قدراتي دا أتحمل مسئولية أكثر من الطبيعي حتى أبيض وجه حتى يكون عندي يعني هذا هو التاريخ الهساني أحكي به ترجمة نانسي قنقر